أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم إخوات الأعزاء بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك عليك وعلى آلك يا شفيع المذنبين اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رحمة الله للعالمين اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلاة دائمة عليه يا رب العالمين اللهم إني أسألك يا ربي بحق صلاتك على حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن تصلي وتسلم وتبارك عليه دائما وأبدا يا رب العالمين وتجعلنا من أهل الصلاة عليه دائما يا رب العالمين وتفرح بصلتنا عليه صلى الله عليه وآله وسحبه وسلم يا حبيب يا رسول الله مرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك في برنامجكم ينبوع السعادة والحقيقة إحنا حرصين في هذا البرنامج أن إحنا نطبطب على بعض ونمسح دموع بعض ونكرم بعض ونكون سبب في سعادة بعضنا ونكون في رحلتنا في الدنيا اللي هي طالت أو قصرت إحنا ماشيين هذه الدنيا سواء إحنا كنا في هذه الرحلة طالت بنا الرحلة أو قصرت بنا هذه الرحلة إحنا في يوم من الأيام هنمشي ولكن ماذا تركنا في بيوتنا من الذكريات ماذا تركنا في بيوتنا من الأعمال الصالحة ماذا تركنا بين الناس من الذكرى الصالحة ماذا تركنا في كل أمور حياتنا من الذكريات الإيمانية التي حينما نعرض على الله تبارك وتعالى ونجد أن هذه أعمالنا نفرح ونفتخر ونكون من السعداء تصلت علي سيدة فاضلة وقالت لي أن زوجي قال لي أن زوجي كان ظلمني وزوجي كان واكل حقي وزوجي كان أزيني وزوجي كان بيمد إيده علي وزوجي كان لتعامل معي كامرأة وزوجي شخص متغطرس شخص متعنت شخص متكبر شخص متشدق شخص متفايقة يعني شخص نمام وأنا طبعا كنت أنظر إليه وقول له ربنا أقوى منك ربنا أقوى منك وفجأة مرض مرضا شديدا فوالله وأقسم بالله قالت لي قالت لي كان ينظر إليه وقول لا أنت مفكرة أنا مرضت أنا مرضت بس مش أموت أنا على نفسك وأنا مش أموت أنا مرضت بس مش أموت المهم قالت ليها ثم مات فبتقول لي مش قادرة أدعيله مش قادرة أدعيله ولا جاي اللي نفس أدعيله ولا يعني اللي عملوا فيها ما تركش بنا حنان ما تركش بنا حب ما تركش بنا أي موقف يعني أذكره بيه بالخير فالحقيقة يعني اقدر الحوار بين وبين هذه السيدة الفاضلة وقلت لها أنت خلفت أولاد قالت لي نعم قلت لها بتحب أولادك قالت لي نور عيني حياتي قلت لها طب ممكن حضرتك الحسنة الوحيدة للرجل ده عملها معاك ممكن تكون هي وجود أولادك أنه كان سبب في وجود أولادك في الحياة قالت لي ممكن قلت لها وأولادك دول بيشعدوكي قالت لي طبعا قلت لها أولادك دول بيفرحوكي قالت لي طبعا قلت لها أولادك دول بيبروكي قالت لي طبعا قلت لها بقى هو ترك لك أولاد بيسعدوكي وبيبروكي وبيفرحوكي سليم طيب يبقى الراجل ده دلوقتي ما كانش سايق مية في المية كان عنده جزء سايق وكان عنده جزء جميل جدا جدا سبب في ساعتك في الحياة ممكن ممكن تفتكر أول يوم هو جوزك فيه ومسك إيدك وبص العنيك وحس أن أنت الزوجة الأولى والأخيرة وحس أن أنت الخير كله وبعد كده تقلبت أموره إيه الشيطان ضحك عليه فهمه معلومات غلط علمه حاجات غلط ثقافات غلط اكسر لها ضلع اتبح لها قطتها اللي هي العادات والتقاليد المؤلمة اللي موجودة لسه لحد دلوقتي في المجتمع يبقى رايح يتجوز يقولوله اتبح لها قطتها اكسر لها ضلع يا جماعة غلط ما تعلموش الرجل القسوة من أول يوم يبقى أنا عند ربي تبارك وتعالى يقول وجعل بينكم مودة ورحمة وهم يقولون له اكسر لها ضلع يبقى أنا عند ربي تبارك وتعالى يقول وجعل بينكم مودة ورحمة وهم يقولون له اتبح لها القطة فبيعلموه من أول يوم زواج أنه يكون قاسي ويكون غليز ويكون غتت ويكون متكبر ويكون متعالي ويمد يده عليها ويتبح قطة ويكسر ضلع ثقافة مدمرة للبيوت موجودة في المورسات الشعبية يبقى أنا أنا بقول دايما ليه نروح للقرآن الكريم لأن الله تبارك وتعالى يقول وجعل بينكم مودة ورحمة مش بتجعل بينكم قهر وضرب ودم وإطلاقا ولذلك لما خدنا الثقافات دي اتخربت البيوت فكثير من السيدات الفضليات برضو يمأمنا للرجال يمأمنا الماء في الغربان بيتعلم منها يعني المجتمع علمها زي بتشك في سلوك هذا الرجل من أول يوم بص فيه نعمل إيه فبيت أقيم على القهر والشك كيف يسعد إنما لو رجعنا بقى إلى قول الله تبارك وتعالى وجعل بينكم مودة ورحمة سنعيش سعداء سنعيش أمناء سنعيش في أبهج وأعلى مقامات الحب وعذوبة المشاعر والأحسيس والعواطف سنعيش كل هذه المعاني بحب وإخلاص ونثاب عليها إزاي نثاب عليها نعم ألا إن في بضع أحدكم لا صدقة في العلاقة صدقات طيب أنا حينما أنظر إليه وإذا نظر إليها صرات حينما تصرني بالنظرة لجمالها لتسريحة شعرها لما ترتدي من ملابسها هي بهذا المنظر صراتني فحينما أنا صررت هي أجرت أجرت سبب صروري إدخال الصرور من أفضل الأعمال إلى الله إدخال الصرور على المسلم وأنا بصراحة أدخال الصرور حتى على غير المسلم بأفعال الجميلة وأفعال الحسنة إنما أنا أتكلم في العلاقات الزوجية دلوقتي يبقى هي دلوقتي أنا لما بشوفها بمنظرها الجميل ده بتدخل الصرور على قلبي وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال إلى الله إدخال الصرور هي كلما كانت متجددة في جمالها كلما ازدادت حسنتها كلما كانت متجددة في تسريحة شعرها كلما أعطاها ربي تبارك وتعالى ثوابا كلما كانت متجددة في ملابسها كلما أثيبت بذلك حينما أنظر إليها فأصر لملابسها الجميلة فهي تساب بذلك فهي تساب من خلال النظرات الجميلة التي كانت هي سبب في سروري إياها افهموا عمق أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم علشان أنا بجد والله وأقسم بالله إحنا ظلمين الأحاديث لأن ما فهمناهاش أو جاء واحد أجلف متشدد قاسي القلب غليظ جاء قدم الأحاديث كده حاجة كده يعني قاسية غليظة إنما أنا لما تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وإذا نظر إليها صرت أدخلت الصرور عليه وقال صلى الله عليه وسلم يعني من خير الأعمال إدخال الصرور على المسلم فهي عملة تدخل عليه الصرور ليس فقط حينما نظر إليها ووجدها جميلة هذا شيء جميل العلمانيين بقى بتقوله وأنا أتجمله ليه وأنا أسرح شعري ليه وأنا أستنى ليه جميلة وأنا أستنى ليه لطيفة وأنا أستنى ليه ما هو خدت بالكم مرضى نفسيين أستغفى الله العظيم ولذلك أنا أقول المزيعات دول يا جماعة لازم ترد على مستشفى الأمراض النفسية وأقسم بالله يتعلقه يبقى أنا عندي دلوقتي فلسفة وإذا نظر إليها صرت أنظر إلى حبيبتي زوجتي أم أولادي التي رزقني الله تبارك وتعالى بها فأراها في كل يوم جميلة وأراها في كل يوم رائعة وأراها في كل يوم متألقة ما أجمل هذه الحياة فهي تثاب مجرد النظر يعني ما فعلته من الاهتمام بجمالها من الاهتمام بملابسها من الاهتمام بروائحها من الاهتمام بشكلها ككل ما فعلته ذلك هي ستثاب عليه وعشان العلمانيين ما عندهم شكاية الناس ستثاب عليه لأنهم لا يؤمنون بالأخرة فتقولك أنا سرح له ليه فتطلع بشعره منكوش وأقسم بالله أنا شفت منه من نمازج أخرهم صورة الأسبوع اللي فات ده يعني إيه دايما أفكار الإنسان بتطلع في وشه ده علم على فكرة زي أفكاري في رواح العرق بتاعي يعني عرقي من تفكيري إن كان تفكيري تفكير في ذكر الله تبارك وتعالى تفكير في علوم النبي صلى الله عليه وسلم تفكير في حب الناس تفكير في حب الخير تفكير في الصدقات تفكير في نشر المحبة تفكير في نشر الدعوة تفكير في نشر العلم تفكير في نشر كل ده الجمال ده فيزيائيا بينعكس على روائح العرق فيخرج العرق وده بحث علمي أنا عامله فيخرج العرق بروائح الأفكار اللي بيفكر بقى اللي بيفكر بقى ولا يجب الله بشكل سلبي اللي بيفكر في الانتقام اللي بيفكر في القتل اللي بيفكر في الزينيا اللي بيفكر في الضياع اللي بيفكر في تحطيم الآخرين اللي بيفكر في إسقاط الناس اللي بيفكر كذا 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 من نفس الأفكار السودة دي يطلع لنا روائح عطر بتاعت عرق مش كويس فعرق من تفكيري عرق من أفكاري والتحليلات الفيزيائية في ده كلام كلام رائع جدا في المختبرات العلمية الحمد لله رب العالمين فنيجي بقى نشوف عرق النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمه أيمن كانت بتقول لما كانت بتشوف النبي يعني لديه عرق كانت بتجيب القرورة تملأها من عرق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قطيب الطيب لأنه كان يفكر في ربه ويفكر في الرحمة بالناس ويفكر في الرحمة بالآخرين صلى الله عليه وسلم يبقى دلوقتي لما نيجي نشوف الزوج هذا الزوج اللي أزهى فأنا قلت لها قلت لها حبيبك ده ربنا يعني إرحمه يسكنه فسيحة جناتي بالتأكيد هو لو كان يعرف أحسن من كده وأعلى من كده وأرقى من كده ما كانش عمل كده ولكن ده كان مستوى الثقافي ممكن نسامحه علشان الورود الجميلة اللي هي أولادك الجميلة اللي ربنا بعتهم لك ممكن تسامحيه علشان بنتك اللي أنت بتحبيها ممكن تسامحيه علشان ابنك اللي أنت بتحبيه ممكن تسامحيه علشان هو أحسن إليك في يوم من الأيام قلت لها ابتساملك في يوم من الأيام قالت لي جدا قلت لها أحسن إليك في بعض المواقف وصالح بين آلك وبعضهم أو أخواتك أو قالت لي نعم قلت لي الراجل قال 7-8 كلمات فانت اديقتي منه أو قال 50 كلمة فانت اديقتي فانست الخير اللي هو عمله كله أمام كل ده لأ عشان نبقى ناس بقى منصفين الراجل ده أخطأ وإحنا زعلانين منه ولا نتمنى أن يقول ذلك ولكن في نفس الوقت لا تنكر الخير بالكامل اللي هو عمله لا تنكر الخير الذي استطاع من خلاله أن يحسن إليك فيه طيب إحنا لما نيجي بقى نشوف هذه الروعة وهذا الجمال ويعني ما شاء الله تبارك الله هذه السيدة الفاضلة إحنا اتفقنا في البداية دلوقتي أن أي زوج في البيت ما أروع لسانك ما أجمل لسانك حينما تنادي عليها كما كان صلى الله عليه وسلم يدلع السيدة عائش يقول يا عائش مراتك اسمها مونمون قلها يعني مونة اسمها قلها مونمون شيرين يا شيري وا 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 إلى آخرة خذتبها لحضراتكم فلما نيجي بقى نشوف هذه الروعة وهذا الجمال الذي كان عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم حينما قال وإذا نظر إليها صرت صرته أيضا ليس في النظرات فقط وأيضا وإذا نظر إليها صرت في كلماتها صرته بمعلوماتها صرته بحبها صرته بخبرتها في الحياة صرته بكلماتها في إحسانها لأولادها في تربيتها صرته بما رأاه فيها من تواهج ونجاح وتألق وجمال في مشاعرها وعواطفها وحسيسها وحسيسها واستطعت أن تحتوي هذا الرجل وتجعله ابنا كبيرا لها تجعله ابنا كبيرا لأن المرأة 90% الاحتواء منها الرجل أقل كلمة طيبة المرأة على طول يعني المرأة مش عايزة كلام كتير حتى تكون حنونة هي حنونة بطبعها المرأة وإن قصت فإن قلبها يحمل الحنان المرأة وإن قصت فإن قلبها يحمل الحنان طيب بعد كده الحقيقة يعني إحنا شفنا وفهمنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم علشان الكلام ده يبقى في بيوتنا ويبقى في حياتنا ما يبقاش الكلام ده عند المتدينين واللي مش متدينين يفضلوا بأمراض نفسها وفي الآخر ينتحروا لأنهم ما تساعدوش بالحياة إنما هم لو تعرفوا على الدين مش هيبقى في انتحار هم لو تعرفوا على الدين مش هيبقى بيوت فيها خيانات هم لو تعرفوا على الدين مش هيبقى فيه أفلام والعياز والله مش مظبوطة شغالة في البيوت وفي الآخر البيوت تتقرب لأن الشياطين ملت البيت نتيجة عرض هذه الأفلام اللي مش مظبوطة فمهم جدا جدا احنا بقى لما بنتعرف على ربنا ربنا بيعلمنا بيعلمنا زي نحافظ على نظرنا بيعلمنا زي نحافظ على أسمعنا بيعلمنا زي نحافظ على صحتنا بيعلمنا زي نحافظ على ألسنتنا بيعلمنا زي نحافظ على أفكارنا بيعلمنا أشياء جميلة جدا جدا ولذلك صناعة الحضارة الإسلامية حول العالم عاملة إبهار لم يستفد من الحضارة الإسلامية إلا العرب العرب بس دول أقل ناس استفادوا منه إنما غير العرب إبهار حالة من الإبهار لما تشوف كده صورة ابن سينة في الجامعة في بريطانيا في لندن في كل الطب الصورة 25 متر في 15 لأول طبيب أول طبيب عالم ابن سينة عالم ابن سينة ده كان عالم هو الأسس علم السايكو دراما مش علم الطب فقط أو العلوم الأخرى الفلسفية أيضا أسس علم اسمه علم السايكو دراما يعني إيه تمثيل الحدث للعلاج المفروض أن الدراما اللي موجودة دي تعالج مشاكل المجتمع مش تنشر الفساد في المجتمع وتنشر الرزيلة في المجتمع لا ابن سينة ده عامل إيه أم جاي جاله مريض هو كم طبيب جاله مريض بيقول له قاعد أن هو بقرة عامل فا بقرة يقول له مالك ألف سلامة يقول له مه إيه اللي حاصل عندك انت مين بقرة فقام جايب نسينة طالع مع الاثنين التمرجية اللي معاه وجنبه واحد جزار قال له معلش يديني الجلبية بتاعتك والطاقية والسكنتين اللي بتلفهم على قصتك وبرضو العيال التمرجية المهم خده لبس الليبس بتاع الجزار وقام داخل على المريض قال له انت مين قال له أنا البقرة قال له طب ما احنا الجزارين بقى ليه لجايين عشان نتبح البقرة هات السكنة عابنا عشان نتبح الله اكبر لا اه انا بني آدم انت بقرة يقول له لا انا بني آدم يقول له انت لسه بقرة لازم المهم في التاني انا بني آدم وخرج من دور ده اسمه علم السايكو دراما علم السايكو دراما ده علم نفسي علم نفسي رائع جدا 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 وأنا درسته مع أساتذة أفاضل كانوا من المخلصين منهم حبيب قلبي حبيب قلبي محمود مرسي عليه رحمة الله والأستاذ يحيى العالمي عليه رحمة الله أسكنهم الله الفردوس الأعلى لأخرج رأفة الهجان طبعا أستاذ أحمد توفي عليه رحمة الله أسكن الله فسيحة جناتي اللي عمل مسلسل عمر بن عبد العزيز وهارون الرشيد فالعلوم دي الحقيقة كانت الدراما لعلاج الناس فالدراما لما لما دخلت البيوت دلوقت فاركشت البيوت وخلت الراجل ينظر إلى غير زوجتي والزوجة حاجات كده مش منضبطة طب أنا عايز دلوقتي أرجع بسرعة إزاي أن أنا حافظ بقى على بيوتنا دي حتى لا تضيع حتى لا تضيع يبقى إحنا التسامح ده رقم واحد التسامح في بيوتنا يصنع المعجزات التسامح في البيت يصنع الحب التسامح في البيت يصنع الألفة التسامح في البيت يصنع التعامل الجميل التسامح في البيت يصنع العفو التسامح في البيت يصنع العطف التسامح في البيت يصنع التواصل التسامح في البيت يصنع الود التسامح في البيت يصنع السكين التسامح في البيت يصنع يعني أشياء جميلة جدا ربنا يديمها علينا يا رب العالمين فإذا كنا من المتسامحين سنجد أننا قد صنعنا لحياتنا أشياء جميلة أشياء رائعة جدا 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 أبعدتنا أن احنا نروح للدكاترة لأن عندنا ضغط نفسي وضربة قلبي زيدة وكذا وكذا لأن التسامح ده كأننا في بيوتنا أنتوا عارفين ساعات يعني لو واحد لبس توب ريحته مش كويسة وفضل شايله وعمال يلف في مين وشمال يلف في مين وشمال يا أخي وشايل التوب ده عليك ليه التوب ده عبارة عن أفكار شايلها وأفكار ريحتة مش كويسة وأزياء ده أنت اخلعه اخلعه في أقرب فرصة وزي ما بنغسل أسناننا لازم نغسل أفكارنا زي ما احنا حرصين على غسل الأسنان نبقى حرصين أيضا على غسل الأفكار والأفكار دي دايما بتخترق بقى بيجي لنا أفكار والعياذ بالله في ناس بيبسوا فينا أفكار سودوية في ناس بيبسوا فينا عدم التسامح عدم الرحمة عدم القدرة على الخير عدم وعمالين يشغلوا ويشعلوا فينا شهواتنا ونزواتنا ويجعلونا من أهل الغفلة والعياذ بالله صراع عليك أيها الإنسان وأياتها الإنسان صراع قاسي جدا علينا إزاي نحن نخرج بقى نروح لربنا تبارك وتعالى بسلام فهنا هذه السيدة الفضيلة الحمد لله رب العالمين أنا ما سيبتهاش ألا ما دعت له هذا الزوج ما سيبتهاش ألا ما دعت له وهو بشر ومات على لا إله إلا الله محمد رسول الله والله قادر أنه يسمحه ويغفر له بعد ما هي دعت له ويعني قلت له إدعي ربنا تبارك وتعالى قولي له يا رب أنا قد سمحته في الدنيا فسامحوا يا رب العالمين في الدنيا والآخرة حتى يصل إليك بسلام الحقيقة بعد كده حكت لأخت فاضلة هي زوجها مات من حوالي تسعة شهور فهي حريصة جدا جدا أن اللي بيحصل ربنا سبحانه وتعالى يعني يكفينا الشر بعد ما مات جزهة بدأت تجد يعني القسوة والشدة من أهل الزوج وفي وقت يعني محدش احتضانة فيه خلي بالكم فيه سيدات أخريات قالت لي إن الزوجة ما شاء الله تبارك الله وأحسن الخالقين بعد أن رحل حماتي حضنتني وخدتني في قلبها حماية بيحافظ علي أنا وولادي حماية حطتني في عينيه وإخوات جوزي عمليني مالكة في البيت ولم أشعر بتقصير من حد ولم أشعر بأي شيء يقلمني فيه نموذج ده حكالي ده وفيه نموذج آخر قالت لي قالت لي لدرجة إن حرميني إن إخواتي يجوا يشوفوني ويشوفوا ولادي ويطمئنوا علي وأنا دايما كنت بقول إن أخو الأخو أم الأيتام الأخ اللي هو أخو أم الأيتام ما يسيبهاش ما يسيبهاش وما بيعدش عنها لأن عمودها الفقر اللي هو الزوج توكل على الله الله يرحمك يا أيمان يا كبارة واسكينك الفردوس الأعلى مهندس أيمان كبارة هو كبير مهندسي إزاعة القرآن الكريم عليه رحمة الله متأول مبارح فجأة كده سكت قلبي أيمان كبارة ده سجل تقريبا لكل مشاهير القرآن سجل لكل مشاهير الدعوة في إزاعة القرآن الكريم سجل لكل العلماء سجل لمولانا الإمام الشعراوي سجل للكل وهو كان بيعمل معه في الفترة الأخيرة برنامج طلاقع الإيمان أنا والأستاذة زينة بيونس ربنا يحفظها ويبارك لها في أولدها في ولدها وزوجها يا رب العالمين سيدة فاضلة يعني الموضوع مش وظيفة إنما الموضوع حملة أمانة فأخويا أيمن علي رحمة الله أسكن الله فسيحة جناته هذا الرجل الذي مات فجأة أيمن كان مهندس صوت أيمن كان عالم كان خبير بالتجويد كان خبير بالصوت كان خبير بالتجويد كان خبير بعلوم القرآن كان خبير في فن الأداء كان خبير في فن التواشيح كان خبير في علوم مهارات الإلقاء كان خبير 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 أنتوا عارفين مش وحد إزاية عادي عارفين الوادي الفالح في شغلته الوادي اللي مفيش اتنين زيه في شغلته وفجأة أول مبارح توكل على الله حبيب قلبي اللهم أسكنك الفردوس الأعلى يا آيمن يا كبارة يا رب العالمين اللهم إني أسألك يا بديع السماوات والأرض يا زي الجلال والإكرام في هذا الوقت الطيب المبارك أن تنير له في قبره يا رب وأن تجعل مثواه في عليين كما خدم القرآن وسنة حبيبك الأمين يا رب العالمين عارفين اللي بيقولك واحد مدفى وجع قلبي ده وجع قلبي حتى على الصفحة عند أي لك فعليه رحمة الله أسكن الله فسيح جنات فالمفروض بقى يعني رحل أخي أيمن وإن شاء الله أنا متواصل معه بالدعاء ومتواصل معه هعمله صدقات يعني أيمن أيمن عارفين فلتة الزمن حد يقولك ده مهندس فلتة ده كان مهندس صوت فلت عليه رحمة الله أسكن الله فسيح جنات وكان يروح شغله قبل الموعيد يعني كان ينزل يصلي الفجر في بلدهم بنا ويركب العربية علشان بعد صلاة الفجر مباشرة يبقى في الستوديو قاعد يعمل شغل العلماء قبل ما يبدأ الدوام عشان يعد يركز ويبدع ومش مرتبط بقى أنه جاي الساعة كذا ويمشي الساعة كذا لأن الموضوع بالنسبة له رسالة عليه رحمة الله فحباب قلبي الأيتام بقى الأيتام الأخت بقى اللي عندها أطفال أيتام وبتربيهم وقد يكون هناك قسوة من أهل الزوج ولم يتقوا الله فيها طيب هي إنسانة مصلية إنسانة عابدة إنسانة ذاكرة لله تبارك وتعالى وهبت نفسها لتربية هؤلاء الأبناء وهبت نفسها لتربيتهم وتعليمهم وتثقيفهم وتوعيتهم وتحفظهم للقرآن الكريم شفت أخواتنا الفضليات السيدات الفضليات اللي مات الأزواج وفجأة لها عندها أربع من حفاظ كتاب الله وأربع نفس حفاظ كتاب اللي هتلاهم الودي اللي في كله الطب الودي اللي في كله هندسة الودي اللي ما شاء الله تبارك الله دخل في القوات المسلحة السناد ضابط وحفظت أولادها القرآن الكريم اهتمت بتعليمهم اهتمت بتربيتهم اهتمت بحبهم بألفتهم اعطتهم كامل الحنان استحوزت عليهم وضعتهم في حيز البيت الجميل ووهبت نفسها الأخت دي هذه الفاضلة أي أخت بتبقى محتاجة إن أخوها خل أولادها ييجوا لأن خل الأولاد ده لما يدخل البيت ويدل عاطفة يقابل أولاد أخته حباب خاله حباب يأخذ لهم كده أي حاجة إن شاء الله اتنين كيلو طماطم ويدخل يأخذ أولاد أخته كده في حضنه حباب خاله حباب خاله ويبوز دي ويبوز ده ويحسس على شعر اليتيم ده وشعر اليتيمة دي ويشعرهم بأنه هم في أمن وأمان وخالهم جاي وأختك أم الأيتام دي عاملة يا حبيبي تخوك وحشتين يا عمري أخبارك إيه عاملة إيه ربنا ما يحرمنيش منك أبدا بس ما شاء الله تبارك الله أنت منورة بس ما شاء الله تبارك الله دورك في تربيت العيال الجميع يشهد لك فيه بالتفوق أنت إنسانة راقية أنت إنسانة كذا ونبدأ الأخ اللي يدخل على أخته الأرملة اللي بتربي الأيتام يشد من أزرها وقوعى يكون عندك زوجة زي ما بيجيني في التليفون تقول لي أختي حرماني يعني زوجة زوجة أخوها حرماني من إن أنا أتساعد بأخويا زوجة أخويا حرماني من إن أخويا تواصل معايا زوجة أخويا حرماني من إن أنا أكون إنسانة سعيدة وساعدت خلي بالكم زوجة أخوها ده ممكن تبقى أختها حاصل ده واحدة سيدة فاضلة قالت لي مش أختها أخت جوزها يعني زوجها اللي ماد دي أخت دي بقى أخت الزوج اللي ماد ده متجاوز أخو شوفوا بقى الموقف تقول لي إن المفروض إن أخويا على الأقل بيجيب لنا فاكهة ويدخل علينا دي منعاه ليه لإن خيرك لولادك وخيرك لبيتك وخيرك لكذا وخيرك لكذا وخيرك لكذا طب فين الأعمال الصالحة أن الواحد اللي الواحد يقابل بيها ربنا سبحانه وتعالى ويبقى ربنا راضي عنه بيها فين العمل الصالح من القول نحو أخت اللي بتربي الأيتام فين الفعل الصالح نحو أخت اللي بتربي الأيتام فين حناني نحو أخت اللي بتربي الأيتام فين عطائي نحو أخت اللي بتربي الأيتام فين المعالي الجميلة الاحتواء نحو أخت اللي بتربي الأيتام فين إحساسي بإننا يعني عزها واخوها وحبيبها وكل حاجة في حياتها فين الإحساس ده نحو أخت اللي بتربي الأيتام فالأخت الزوجة يعني اللي مات زوجها وهي بتربي الأيتام بتبقى محتاجة أخوها يا زور طب ملهاش أخ محتاجة أختها أختها تبعت ولادها روحوا لخالتكم يا ولاد روح اشتروا كذا لخالتكم ووصلوا روح يا ولاد هاتوا من عند خالتكم كذا وودوا لخالتكم كذا روح يا ولاد دخالتكم ما اتصلتش عليها النهاردة طمونينو عليها هي ملها روح يا ولاد دخالتكم كذا روح يا ولاد دخالتكم كذا خدتبالكم اللي هو هنستطيع أن نقول هو البديل العطفي البديل العطفي لفقدان هذا الزوج الجميل وأيضا من غير البديل من غير فقدان الزوج ما أروع أن تكون الأخت كذلك مع أختها وما أروع أن يكون الأخ كذلك مع أخته ويكون الأخ والأخت مصدر الحنان على أختهم اللي فقدت زوجها ويكون الأخ والأخت مصدر الأمان على أختهم اللي فقدت زوجها ويكون الأخ والأختهم مصدر عز أولاد أختهم اللي فقدت زوجها ما يبقاش أنتوا عارفون بقى الأمراض المنتشر في المجتمعات يقول لك أنا مش لازم أعرف أختي أخباري أصلها تبصلي أصل أختها مش عارف إيه أصل أخت إيه أصل أخت إيه والخلل ده الشيطان يقع بيننا العدوة والبغضاء عشان يفتت الأسر عشان يبعد الأسر ويجعلنا لا ننشر الحنان لا يا رب جعلنا كلمة حنان تمشي على الأرض ربنا يقوله ذلك في القرآن الكريم وحنانا من لدنا وحنانا من لدنا ومن أسماء الله تبارك وتعالى الحنان الحنان انتوا عارفين لو أخذنا من حنان الله تبارك وتعالى وأصبحنا من أهل الحنان وأهل الرحمة وأهل الرفق وأهل العطف وأهل التسامع والله العظيم وأقسم بالله هنبقى في قمة السعادة هنبقى في قمة السعادة هنبقى في قمة الحنان وقمة الراوعة قمة الآمن وقمة الأمان لأن إذا انتشر الحب بعدت الجريمة إذا انتشر الحب مات ماتت الرشوة إذا انتشر الحب مات الحقد إذا انتشر الحب مات أي شيء سلبي ممكن يبقى في حياتنا موجود إذا انتشر فينا الحب ولذلك ربنا تبارك وتعالى كل الحبيب صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا رسول الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الله والله يحب المتقين انتوا عارفين ربنا لما زعل من الظالمين قال والله لا يحب الظالمين انتوا عارفين انه حتى ذكر كلمة حب في رفضه للظلم يعني فأنا طبعا جوامة يعني كلام كتير عايزة أقوله في هذه المنطقة يبقى احنا دلوقتي على كل زوجة كان زوجها قاسي كان زوجها شديد كان زوجها عنيف كان زوجها يعني فيه بعض الأشياء التي لا يحمد عقباها إذا هو ما رحمكيش ارحميه إذا هو ما قالكيش كلمة حلوة ورحل بعد ذلك قولي أنت الكلمة الحلوة في دعائك لله تبارك وتعالى خليك انت الحلوة في لسانك وخليك انت الرحيمة في قلبك وخليك انت العطوفة في عقلك لأن المرأة إذا عاشت في الحياة بعقلها ضمرت الدنيا من حولها أما إذا عاشت في الحياة بقلبها أظهرت عطفها أظهرت تسامحها أظهرت أمنها أظهرت لطفها أظهرت جمالها أظهرت رونقع أظهرت مشاعرها الطيبة لأنها تصرف تصرف كل هذه المعاني الجميلة في الخير تصرفها في الخير لا تصرفها في السوء وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لا يكفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي أخر يعني وأيضا الحديث ده هل يقف على الرجل فقط لا يكفرك مؤمن مؤمنة وأيضا لا تفرك مؤمنة مؤمن مش ربنا تبارك وتعالى يقوله في القرآن الكريم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف إذن لا تفرك مؤمنة مؤمن إن كرهت منه خلق رضية آخر وتساعده أن يتخطى الخلق السيء يعني في كثير من الناس حينما يجدوا أبنائهم زوجاتهم وقعت في أي مشكلة يصر على أنه يعني يغطى صحفة في المشكلة مش ياخد بإيدها ويطلعها من المشكلة وكذلك المرأة مش تاخد بإيدها ويطلعها من المشكلة لا بتبقى حريصة على أن هي يعني ولا يازو بالله تطلع فيه كل الأشياء اللي مش جميلة يبقى أنا عايز من النهاردة أي واحد فينا عنده أخت بيترب أيتام ينبع السعادة في بيوتنا عنده أخت بيترب أيتام اتصل على أختك اطمئن عليها هتلاها ما تيسر وشوف أولاد أختك ممكن ما دفعوش مصاريه في المدرس روح يا حبيب قلبي اطمئن على أولاد أختك اطمئن على أختك حبيبتك الأولاد ده جابوا كتب المدرسة الأولاد جابوا ملابس المدرسة الأولاد اطمئن عليهم سير المدرسة هو وضعه مناك ولا مانع أنك تروح تشوف أولاد أختك في المدرسة وتطمئن عليهم وأخبارهم إيه وعملين إيه ومش عايزين حاجة مش محتاجين حاجة والمفروض عموهم يعمل كده برضو مش خلوم بس بس دايما الخال بيبقى حنون يعني أنا عندي ليالولاد أختي في عناي في قلبي وهم عندهم خلوم كده برضو يعني العلاقة اللي بينه بين أخواتي وبين ولاد أخواتي هي علاقة حنان في رابط حنون لأن أمي علي رحمة الله كان الله الفردوس الأعلى كان لها دور في ده يعني أنا ساعة كنت تزعل من أخي من إخواتي يعمل حاجة غلط أو بتاع فكنت أروح أقولها يا ماما كذا كذا أمي فكانت تقولي ده لسه بيدعي لك من شوية والله إذا كان بيدعي لك من شوية أو ما أنا بقى أهدى وممكن ما يكونش بيدعي لي بس هي سفيرة حب سفيرة حنان سفيرة عطف سفيرة أمن أمان أم خدت بالحضراتكم نزور بقى أولادنا يبقى هنسامح من مات وقد أذانا ولأنه له بعض الأفضل علينا وفي نفس الوقت لا نتناسى بناتنا بناتنا اللي بيربوا الأيتام لا ننساهم لا ننساهم ولا نكون سبب في تعاستهم في الحياة ييجي بقى واحد شايف أن أخته اللي بتربي الأيتام بينه وبينها مراس ومش راضي تدي له حقه في المراس طب حتى عشان تربي العيال حتى عشان تسكن بيهم في بيت كويس طب حتى علشان تكامل لهم دراستهم طب حتى عشان كذا 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 وده عمل زي لوح التالج لوح التالج لا راضي يدي له مراسة ولا منه بيساعدها حتى في تربيت الأولاد ماديا وبيبقى قلبي قاسي قلبي غليص قلبي لا يخاف الله قلب ربنا يكفينا الشر اللي زي ده يعني لما بيموت أولا بيسيب بيسيب الدنيا والدنيا بتبقى مليئة بالمشاكل فأجمل حاجة وأروح حاجة إن أي أخ بيسمعني دلوقتي أي سيدة فاضلة بتسمعني دلوقتي أي حد والله أن الموقف اللي أنا هقولولكو ده حصل يرجحه أختك ورجحه أختك في أسرع وقت تصلت علي سيدة فاضلة قالت لي يعني أن أنا أمي توفها الله وسبت لنا عمرتين بس كتبت لي عمارة وكتبت لأخوي عمارة وأنا وأخوي بس فقلت لها طب كتبت لك ده يعني مراس يعني قالت لي آه أن إحنا كتبت ده كمراس وهو كمراس قلت لها لا في هنا خلل شرعي في كذا 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 فلابد أن أنت ترجعي لأخوكي حقه فقلت لها أنت ليك نص العمارة التانية إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني بيجي بقى محامي يشوف عدد الشواء وعدد كذا وعدد وبيتحسب المراس احسبيه وللذكر مثل حظ الأنساء قلت له خلي بالك خلي بالك أنت دلوقتي بتعيد الحق إلى أهله وفي نفس الوقت أمك كانت عاملة حاجة فيها مخالفة للشارع أنت عدلتها فرحمها ربي في قبرها لأن ممكن واحد يعمل حاجات مخالفة للشارع ويموت يبقى هو بيتعذب والتانيين بيتمتعه طب ليه عذبت في نفسك ليه ليه سبت لهم القسمة الجائرة دي وانت قاعد تعذب في نفسك قالت له بعدين قلت له بسرعة علشان ننجي ماما مما يقلمها في قبرها من عذابها أمام ربها أنت بتحبه ماما قالت لي آي وقلت له بسرعة لازم أن نعمل الشارع الصح علشان ماما تتساعد في قبرها وفي نفس الوقت تصل لرحمك تصل لرحمك مع أخوكي لأن الموقف ده يسبب عدوة بينك وبين أخوكي وإن لم يكن بينك وبين أخوكي فهيبقى عدوة بينك وبين ولاد أخوكي ولا هيزوروك ولا هتزوريهم ولا يعرفوا ولادك ولا تعرفوا فالموقف ده يتسبب في قطيعة رحم في قطيعة رحم هيتسبب في قطيعة رحم يلا يا ست الكل دلوقتي وأفعلوا الخير لعلكم ترحمون يلا يا ست الكل اتصل على أخوكي يوليلوا القسمة بما يرضي الله تبارك وتعالى وإن كان هناك أوراق غير ذلك فأنا غير معترفة بيها ويلا يا حبيب قلبي علشان ماما ما كانتش فهمها الأمور كويس يلا نرجع الحقوق لأصحاب وأقسم بالله حصل راحت وعملت كده وتبارك الله أعطت أقامت القسمة على الشريعة الإسلامية وهي كانت مرات لواء شرطة يعني كانت سيدة فاضلة جدا جدا زوجة لواء شرطة كان ممكن أنها تقول إيه أنا جوزي هياقف معايا لا أنا محدش لا هي فضلت أن تقيم للرحم مكانه فضلت أن ترضي الرحمن تبارك وتعالى فضلت أن تنقذ الأم اللي عملت القسمة الخطأ فضلت أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم في حياتها فمهم جدا جدا أن أولادنا بناتنا اللي عندهم مواريس عند أخواتهم الصبيان كملوا رسالتها في الحياة ما تبقوش أنت والزمن وفخدانها لزوجها ووحدتها في تربيت أولادها وضعفها المادي اللي أنتوا تسببتوا فيه ما تبقوش أنتوا الحمل التقيل عليها ما تبقوش أنتوا الحمل التقيل عليها ده أمر مهم جدا جدا إن احنا نخلي بقى لنا من الموضوع ده إن احنا نحاول بقى نرجع لمن اتنا إن كان لها عندنا أي مواريس نرجعها لها علشان ندخل الفرح على قلبها والسرور ده رقم واحد رقم اتنين علشان نساهم معها في تربية أبنائها رقم ثلاثة علشان نكون مصدر السعادة لها في حياتها علشان نكون مصدر الخير في الحياة خدوا الكلام ده بقلوبكم ربنا يحفظكم ويرعاكم استودتكم عند الله الذي لا تطيع دعاه السلام عليكم